موسيقى لو اتكلمنا عن مشكلة وهي مشكلة الجلطة الدماغية اتكلمنا عن بعض الاعراض اللي بتميز الجلطة الدماغية قبل ما تحدث ويصاب بها الانسان علشان ينتبه لها في البداية الجلطة الدماغية بتحصل نتيجة انخفض تضفق الدم الى الدماغ وطبعا بداية ظهور الجلطة الدماغية بتجعل الانسان المريض يزعى عليه بعض الاعراض من هم هذه الاعراض بيبدأ المريض يشعر بتعني المفاجئة او ضعف في الوجه او القدم او الزراع ايضا بيعانى مريض من تشويش مفاجئ او مشكلة في الكلام او صعوبة في ظهور الكلام اه بيعانى ايضا من صعوبة في النظر اه في مشكلة في احدى العينين او في كلتا العينين بيعانى ايضا من اختلال التوازن فجأة وزهور صعوبة في الماشي بيعانى من صداع شديد اه بدون اي سابق انذار وممكن يعاني المريض من القيء والغسيان بالنسبة لكيفية تشخيص الجلطة الدماغية قبل حدوثها او قبل وقعها طبعا لما بنكام عن اعراض الجلطة الدماغية قبل حدوثها ده بيدفعنا الى الحديث عن الطرق اللي بيتم من خلالها تشخيص الجلطة الدماغية هذه الطرق بتشمل اولا التشخيص من خلال الواجه يعانى بيعتبر الواجه المريض هو من اكتر يعانى العلامات اللي بتبدأت تنزر بقرب وقعها جلطة طيب ازاي ايضا بيطلب من المريض اللي احنا مش تابهين ان هو يعانى مصاب بمشكلة ان هو يبتسم طبعا ازا ابتسم ووجدنا في حال ابتسم الشخص المريض تدل جزء من الواجه فده ممكن بيكون دليل كبير جدا على وجود جلطة الامر التاني هو التشخيص من خلال الزراعة بيتم تشخيص الجلطة الدماغية قبل حدوثها بشكل سريع في حالة الشك في وجودها نتيجة ظهور اي اعراض بتدل عليها من خلال ان احنا بنطلب من المريض ان هو يرفع كلا زراعي في حال هبوط احد الزراعين بشكل مفاجئ لا ارادي ده بيكون دليل على وجود جلطة الطريقة الثالثة هي التشخيص من خلال الكلام ممكن تشخيص الجلطة الدماغية قبل حدوثها من خلال ان احنا بنطلب من المريض الكلام اذا لاحزنا في حالة من الغرابة في الحديث او تلعصم في الكلام عند الشخص المريض فده بيكون دليل على الجلطة الدماغية او قرب حدوثها في الحالة دي اذا يعني شعورنا بقرب اصابة المريض بجلطة دماغية مهم جدا ان يتم الاتصال بالاسعاف لان طبعا في بعض انواع الجلطات الدماغية لا تستجيب للادوية بعد ثلاث ساعات من حدوثها علشان كده مهم جدا الاتصال على الفور بالمستشفى والاسعاف وتحديد بدقة امتى الاعراض بدأت في الظهور للطبيب علشان يتمكن من وصف العلاج بشكل مناسب كيف يمكن للانسان هو يحمي نفسه او يقي نفسه من الاصابة بالجلطة الدماغية في بعض الطرق اللي بساعد في الوقاية من الجلطة الدماغية اذا الانسان التزم بها من هذه الطرق الحفاظ على توازن النظام الغذائي النظام الغذائي غير المتزم بيسبب مشكلات بيسبب امراض كتيرة ممكن تؤدي الى الجلطة الدماغية زي الامراض المرتبطة بارتفاع ضغط الدم زي ارتفاع الكوليسترول خاصة اذا تم الافراط في تناول الاطعمة غناب الملح او المرتفعة في سعراتها الحرارين علشان كده مهم جدا تتبع نظام الغذائي قليل الدهون غني بالالياف ومهم جدا لاهتمام بتناول الخضروات والفواكه الطريقة الثانية هي رياضة رياضة مفتاح سر الصحة الجيدة رياضة من اهم الامور اللي بساعد فيه الوقاية طبعا من ارتفاع اختدام من الكوليسترول اللي ممكن فيه النهاية تؤدي الى الاصابة بالجلطة الدماغية طيب مهم جدا انسان يحافظ على حركة الجسم على نشاط الجسم يحافظ على الرياضة وليكن يعني نصف ساعة يومين من الرياضة اقلها المشي مفيد جدا لصحة الانسان بشكل عام وحماية الانسان من الاصابة بأي امراض بالاضافة الى النظام الغذائي الصحي الطريقة الثالثة هي الاقلاع عن التدخين التدخين بيسبب مشكلات كتيرة جدا لجميع اجهزة جسم الانسان طبعا بيرفع من فرصة الاصابة بامسادات الشرعين وامراض الشرعين القلبية والشرعين التاجية وبالتالي بيرفع الفرصة بالاصابة بالجلطة الدماغية علشان كده ينصح ومهم جدا التوقف عن التدخين كمان معروف ان التدخين على المدى الطاول طبعا في نهاية المطافة يؤدي الى اصابة الانسان بسرطان الرئة الامر الاخير هو الاقلاع عن شرب الخمور او الكحليات بانواعها شرب الكحليات والافراض في السلاك الكحليات بيزود من فرصة ارتفاع ضغط الدم بيزود من ضربات القلب وبالتالي زيادة ضغط الدم وزيادة ضربات القلب كل دي عوامل بتزود من فرص الاصابة بالجلطة الدماغية علشان كده ينصح بالاقلاع عن شرب الخمور بشكل نهائي مهم جدا الانسان لو شعر باي اعراض من العراض اللي احنا اتكلمنا عنها ان هو يستشير طبيب بشكل فوري وعاجل كمان بنأكد على امر التوتر والغضب والانفعال الزائد بيدمر الصحة وبيصيب الانسان بامراض فجائية امراض ممكن تؤدي الى هلاك الانسان بشكل مفاجئ الناس اللي هي عندهم عصبية زائدة الناس اللي بيتعرضوا للانفعال الناس اصلا اللي عندهم بدايات من الاصابة بمرض السكاري وبيتعرضوا لضغوط عصبية شديدة ده بيجعلهم اكتر عرضة للاصابة بامراض خطيرة جدا زي السكتات القلبية او السكتات الدماغية او الزبحة القلبية او الزبحة الصدرية وبالتالي مهم جدا تجنب الغضب تجنب الانفعال قدر الامكان وتجنب القلق واي عوامل ممكن تجعل الانسان مرضى لهذه الاضطرابات لكن اهم المعلومات عن اعراض القلطة الدماغية قبل احدثها في النهاية بنتمنى السلامة للجميع ونلتقي بإذن الله على خير في فيديو جديد وموضوع باتانensitive مرحل كنو